الحاجة اللي احنا هنشتغل فيها في الاسبوع ده الشعب السوداني اعرف انه الاستهداف ده ما موضوع برهان ولا جيش ولا حضر طيران استهداف ده لك انت المواطن ويضيق عليك فرص النجا من الكماشة الهم بيفتكروا عاملنا فعملين علينا حس خناق سياسي ودولي واللغة اللي بتتكلم بيها تشاد دارة تعلن انها حتخشها المعركة اللحظة دخول تشاد او تصريحات الرئيس التشاد الليلة باستدعاء السفيرة السوداني ويطالبوا باعتذار انا ده ارفهم الحرية والتغيير خلافكم مع البرهان في حتة تخلوه والكيزان خلوه في حتة والبراء خلوه في حتة تدخل دولة اجنبية زي تشاد وتعلم موقفة انها حتاخذ اجراءات من ضمنها ممكن تخش عسكرية في السودان هل حتدعمه تشاد تاني حتجي تقول لي والله دي يشلفلو لعملين الحريق حتجيفه مع تشاد حس تشاد بتحشد وبتتكلم وبترفع في صوته تشاد بترفع في صوته انو والله عندنا اجراءات لو ما احتزرتوا للامارات ما حنحتزروا للامارات افتح مطاراتك يا انجميناك كلها هنزل فيها دعمي للدعم السريع وطيران انت يا ذاتك ما بتقعد انت عارف روحك يا تاعتشاد ولا سأل انك احنا بس ده انا ذكرك يا محمد كاكا كاكا اتا عارف انك مسلطة السلطة جي كيف ولا ما عارف اه ابوك ادريس ديبي كان خايد معركة مع المعارضة معركته مع المعارضة فوق تلات تلاتاشر سنة في معاركه الاخيرة دي دخل مع المعارضة في معركة اضطر يقود جيشه زهده وادو طلقه ومشه ليه الله ابوك مات في معركة مع المعارضة احنا الحمد لله تشوفت الفرق بين الجيش السودان وجيش ابوك البقاك فيه وجنرال ما لانه بتذكب الرتب سايته ايته ما قادل بتسمده في معركة ولا تستطيعوا تغوضوه وتاريخك تاريخ ابوك تورست منه الحكومة بانجلاب ولا بانتخاب ابوك مات في معركة قطط القا قطط المعارضة ودته ليه الله معارضة التشهادية خلي بالك وفتها عينا كويس ده غير اعوان واهل ابوك في السلطة اللي انت عاستي ما قادر تدير موقفك مع زوجة ابوك وشفت الحادثة الصادرة منك والقصص ما بتقدر يا الحبيب المعركة دي اكبر منك يا كاكة واكبر من تشات احنا بنتكلم عن مشروع كده كنت دار احكي لكم عنه لكن الاحداثة الكتيرة تحصل لو كتبت عن حزام الصمغ العربي في السودان بتلقي داخل فيه سبع ولايات يزال لحد بالقضارف وكي موضوع الصمغ العربي ده هو واحد من كوارس السودان وموضوع الصمغ العربي ده الشركات المتنافسة فيه شركات فرنسية لما تيجي حسي تشوف الحتات الفرض فيها الدعم السريع السيطارته ما تجيس ليه بالناس القاعدين ولا تجيس ليه بحاضنة سياسية الدعم السريع ده حاضنة والسرعات لقى دهب بقعد يبقول عمي الدهب لقى صمغ ده بقول خالتي لقى موية بقول ده دي مقرون دار احررسة الدعم السريع ما عنده ولا ولا انتماء ولا غيره ما تشوف دي اراضينا وتعريخنا وبتاع ازول ده الدعم بفتش فيشنه هسي بفتش فيشنه هسي من المناطق الجاعد فيها الدعم السريع هي كل المناطق اللي فيها الصمغ العربي والمنتج ده الان المنافس فيه انه الحرب دي لو مدورة ما تحمياتي ذاته تصدير الصمغ العربي ما يجيف لا يستطيع ان يجيف لو تلفت حولك بتلقى دي الحياة المشهورة مية وتمانين منتج بتستخدمهم خلال يومك داخل فون السمغ العربي ولا يمكن تستغن عنه خالص بدت المنافسة في الفين وعشرين الفين واحد وعشرين شركات الفرنسية والالمانية دخل فيها طبعا دخل فيها وسامة داود يعني هيخش فيها منيح المهم سامة داود فيه شركة في الامارات برضو للسمغ العربي وكانت محيثرة القصة دي برضو الامارات طبعا فوسامة داود مشه في الموضوع دا فتح له المصنع للباشير طبعا 2017 بكر حزن صالح جاء مدينة عباس مدينة خشة في الجولة دي جاي 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 انا حقر لكم البيانة الاصدره مدينة عباس مدينة في موضوع السمغ العربي وقال هي يا اخي عبارة عن مكانات بتعمل السمغ العربي دا بودرة زي المصانع بتاعت تحويل اللبن الى لبن بدرة الجملة دي حتلقاها جاي لوسامة داود طبعا مدينة عباس مدني هو كلب وسامة داود اساسا كلبه وسامة داود دا في حكومة حامدود عنده خمسة وزراء عديل لينا الشيخ مدني ما عارف منو خمسة وزراء راسهم عديل طالعين من المجموع الدال دي من تحت يد وسامة داود فلذلك كان مسيطر على يعني الحرب دي اخوانا اوقفوها وقفوها متوقفوها الرجل الابيض صاحب السطوة ها ما عنده معاك شغلة دا اريدت لك وعنده حاجات معينة كده فيحنا اصحاب القرار الليلة المخلب الفرنسي في دارفور هو الدعم السريع وده هو موضوح هنجي تتكلم عنه بتفصيل لكن لانه تحصل مستجدات يعني انا حاجة افصل اليكم ان شاء الله انا داركم تمشوا شوفوا الخريط احسي شوفوا الولايات المسيطرة على دعم السريع فيها شو والولايات المستحرين فالدعم السريع احنا والله ماشينا القضارف عندك شنف القضارف احنا والله داخلين اللبيض الهجانة قالت انا ما مش اللبيض عشان الهجانة كالضبط انت فيه ايزام معين كده فيه خط معين مساحة معين انت دار تمشي فيها تكون مسيطر عليها يعني زل حمار زيد ده عاملة يفارق النيل هنا يمشي يقول لي انا ماشي هناك قضعين دي الثروازات النيل الموية الزراعة السدود الموية العزبة تؤسس الدولة في 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 التغاء الموية ماشي الصحراء دي تسوي شنية في العوينات دعامة ما عنده مو قول ليش لا هو قائز حاجة تانية الله يبارك فيك اي قال البرهان قايدة الجيش قايدة القوات المسلحة وقايدة دعم السريع تعاهدوا امام المجتمع الدولي والاغليمي وامام الشعب السوداني